في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الإرهاب وتأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين فقد أسفرت أعمال البحث والتحري عن القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية ومحكومين ومطلوبين في قضايا إرهابية أخرى حيث أدى ذلك إلى الكشف عن مخبأ للمتفجرات تحت الأرض داخل منزل وضبط موقع آخر بالقرب منه يستخدم كورشة لتصنيع القنابل محلية الصنع بقرية أنودرات وسط منطقة مأهولة بالسكان وبعد اختار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة انتقلت على الفور فرق الأدلة الجنائية إلى الموقعين لإجراء المعاينات الفنية وتحريز المضبطات نظرا لخطورتها التدميرية وذلك لنقلها إلى موقع آمن حيث اتضح أنه تم إعداد الموقعين بقصد تصنيع العبوات الناسفة والتخزين وقد تم العثور في المخبأ على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها قدرت بما يفوق الطن ونصف الطن ومن ضمنها مادة الـ C4 والـ RDX شديدة الانفجار ومادة الـ TNT المتفجرة بالإضافة إلى مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية وقد تبين من خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات بأن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق بعناصر إرهابية موجودة في العراق وإيران وما زالت القضية في مرحلة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية مسؤولية أولياء الأمور ورجال الدين والسياسة والإعلام في الحفاظ على الأبناء وحمايتهم من التحريض السيء والنأي بهم عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون الأمر الذي يستدعي مراقبة تصرفاتهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح والإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يعرضهم أو يعرض المجتمع للخطر كما تدعو الوزارة إلى ضرورة تقديم النصح من خطورة هذه الأعمال الإجرامية وما قد ينتج عنها من انفجار للمواد الخطرة مما يؤدي إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها أكرر أنه في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الإرهاب وتأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين فقد أسفرت أعمال البحث والتحر عن القمض على عدد من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية ومحكمين ومطلوبين في قضايا إرهابية أخرى حيث أدى ذلك إلى الكشف عن مخبأ للمتفجرات تحت الأرض داخل منزل وضبط موقع آخر بالقرب منه يستخدم كورشة لتصنيع القنابل محلية الصناع بقرية أنودرات وسط منطقة مأهولة بالسكان وبعد إختار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة انتقلت على الفور فرق الأدلة الجنائية إلى الموقعين لإجراء المعاينات الفنية وتحريز المضبطات نظرا لخطورتها التدميرية وذلك لنقلها إلى موقع آمن حيث اتضح أنه تم إعداد الموقعين بقصد تصنيع العبوات الناسفة والتخزين وقد تم العثور في المخبأ على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها قدرت بما يفوق الطن ونصف الطن ومن ضمنها مادة C4 والRDX شديدة الانفجار ومادة TNT المتفجرة بالإضافة إلى مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية وقد تبين من خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات بأن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق بعناصر إرهابية موجودة في العراق وإيران وما زالت القضية في مرحلة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية مسؤولية أولياء الأمور ورجال الدين والسياسة والإعلام في الحفاظ على الأبناء وحمايتهم من التحريض السيء والنأي بهم عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون الأمر الذي يستدعي مراقبة تصرفاتهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح والإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يعرضهم أو يعرض المجتمع للخطر كما تدعو الوزارة إلى ضرورة تقديم النصح من خطورة هذه الأعمال الإجرامية وما قد ينتج عنها من انفجار للمواد الخطرة مما يؤدي إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة